السلام عليكم سد تقصبت بولاية تيزيوزو هذا السد الذي عرف تراجعا كبيرا في منسوب المياه في الشهور الماضية سد تقصبت ارتفع منسوب مياهه قليلا في هذه الفترة ويتم تحويل المياه إليه من وادي سباو سد تقصبت الذي يزود ولاية تيزيوزو وكذلك الجزائر العاصمة بمياه الشرب السد تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 160 مليون متر مكعب سد تقصبت بولاية تيزيوزو